خلصت دراسة علمية حديثة إلى أن إساءة معاملة الطفل قد تسبب تغيرات عضوية في الدماغ تؤدي بدورها لزيادة احتمالات إصابته بالاكتئاب في الكبر أجريت الدراسة على أشخاص يعانون حالة اضطراب اكتئابي شديد وربط الباحثون بين عنصرين في تاريخ المرضى الذين حدث لديهم التغير في بنية الدماغ وسوء المعاملة أثناء الطفولة والاكتئاب المتكرر الحاد